موسيقى شكرا على كل العطاءات اللي عم تقوموا فيها كأسادسي خاصة بهالأوقات الكتير صعبة اللي عم يمر فيها لبنان والحمل صار تقيل على المعلم اللبناني رح نبلش من هيدا المنطلق بهالفترة عم يقطع لبنان تعرف بكتير اشياء واخرة فيروس كورونا يلي اجبر المدارس انها تقف الأبوابة والتلميذي تابعوا دروسهم من خلال البيت شو التحديات اللي بهذه المرحلة عم بواجهها الأستاذ بلبنان هيبا؟ هلأ أول شي بنا نفند أمورة الأستاذ عادة كيف بيواجهوا تحديات عادة بقلب الصف وكيف هلأ حتنتقل من الشغل بالبيت عادة الأستاذ بيواجه تحدي كبير مع الطفل الملك التلميذ الملك ملك المعلومات عنده كل المعلومات قدران يصلى بسهولة وهلأ قدران يصلى بسهولة أكتر لأنه قاعد كل الوقت أونلاين أكتر الوقت بقى بهالفترة المدارس اللي مجهزة أستستا ليروحوا على أونلاين ليروحوا على إي لرنينج هن مرتاحين شوي أكتر من الأستاذي اللي هن منهم جاهزين من الأستاذي اللي مدارسهم بعد مدربتهم يعني بدنا نفندها بكتير مطارح يعني عم نحكي مدارس رسمية هون مش بس مدارس رسمية ومدارس خاصة فيه مدارس رسمية سبقت المدارس الخاصة نذكر مننا كتير مدارس هي هلأ عندها آيبادات مع كل ولد رسمية عم نحكي بدهور شوير دهور شوير واحدة منهم مدرسة هلأ نحن نسميها مدرسة ليلة عليمة بس هي صحيح كمان مدرسة بالغبيري وفيه مدرسة روني معوض عندها لقليات ما بعرف إذا انفعلتها بس دهور شوير أكيد دهور شوير كانت الرائدة بهذا الموضوع من وجهة تحية كمان لقالهم عن جد عم بقوموا بعمل كتير هن لهم فترة كانت الوزارة والجمعيات مثل دراستي وكتابي عبر ويرد لرنينج ويو أس اي اي دي عم بقدموهم فاسيليتيز وهن استغلوها لأقصى حد برافو عليهم يعني في مطارحتين ما اشتغلوا بالقوة اللي هن اشتغلوها ما فيني اقول بس المدارس الرسمية هي اللي منا قادرة وبس المدارس الخاصة منا قادرة أكترية دايما نحن من عمم أكترية المدارس الخاصة هي سابقة ومسبقة على المدارس الرسمية الأكترية بس يما درس رسمية بمطرحها وبتبرهن يوم بعد يوم قديش المدرس الرسمية قادران تكون عم تاخد دور فعال بإدارات متميزة دايما المجموعة تلحق الليدر طبعه المدير اللي عنده هيدا الفكر اللي عنده هيدا الطاقة بيولد الجميع يلحقوا وراه واللي ما عنده إياها حيجي يقول ما بتثبت وما بتقدير التيم طبعه حيكونها بقول نفس الشي هن أهمية الكفاءة كمان إنه نحط الأشخاص المناسبين بالمكان المناسب بالإدارات الرسمية طبعاً من المدارس يعني الأهم هيدا أهم مطار صحيح يعني هلأ عم بيصير في تفعيل أكتر وأكتر للإي لورنينج بالسكول صحيح لنكون أكتر عم نقول كيف عم بتصير حسب قدراتك المدرسة حسب الكيبابلتيز طبع طاقمة وطبع الأهل اللي عندك إذا أنا عندي أهل بعرف أهل اللي من استوعبتهم أنا بمدرستة هن بيقصد قليل أنجق بيقدروا يكونوا عم بيشتغلوا بالتكنولوجي يعني لما عم بيبعت للولاد يشتغلوا أونلاين أنا عندي بالبيت تلفون واحد ولا عندي كل ولد معه تلفون أنا عندي بالمدرسة فاردة على كل ولد آيباد صرت عم بيحكي بغير تكنولوجي بدي أرجع لوضع أولادة وضع أهليهم مستوى التعليمي طبع الأهل كل المدارس عندها هيد البعجراوند عن أهله وعن ولادة وما فيه إرستسنة حدا طالما أنه أنا جماعتهم عندي طالما أنه أنا حاضنتهم بدي دلني حاضنتهم مطرح ما هني هيده بدي يكون توجه المدارس المدارس ما فيها تقول أنا بدي روح أونلاين وبيدي أختار هيدا البلاتفورم برياحها بدي تقعد مع خبرة بدي تشرح وضع مدرستها وضع أهله وضع الطلاب اللي عندها وضع الطاقم التعليمي قبل كل شي لأنه هو اللي بدي يكون المحفز هو اللي بدي يبادر هو اللي بدي يبعث صحيح المهارات اللي مجبور يكتسبها سرنا نحكي عن إجباريت أن يكتسب الأستاذ مهارات معينة لا يقدر يتماشى حكيت عن التلميذ اللي العبقري حكيت عن التلميذ يلي بيعرف كل شي يعني ما بقى بحاجة هو اللي أستاذه بمرحلة من المراحل شان المهارات اللي لازم يتضو علي أكتر وأكتر عند المدرسين هلأ كمان حنحكي بالمهارات اللي عند المدرسين وعند الأهل وعند الأطفال نحن هلأ عم نحكي بـ 21st century skills وينما كان من ضمن الكمبيوتينج ومن ضمن التكنولوجي ومن ضمن المسئولية والوعي والdigital citizenship أنا ما في يكون أونلاين عم بشتغل بلا ما يكون عندي حس بالمسئولية يعني أنا كاستاذ لما عم ببعث فيديو هل عم ببعث فيديو ربع ساعة؟ شو بفيده للولد بربع ساعة؟ هل أنا عم مالي حدد الهدف وإبعث له إياه للهدف طبعي؟ أنا الـ skill طبعي مش بس تقنية skill تعيتي كمانة تربوية يعني أنا عند skill technology بدي اتدربه هيدا سهل بس skill التربوي شو بدي إبعث للولد وإذا جبت له لينك كون واسقة من اللينك اللي عم ببعته وبعت له application أو محاكات أو simulation عم بقل له للولد أنه أنت عم تشتغل بمطرح آمن لعمرك آمن لإلك ولا عم ببعث له شيء ما بيقدر يشتغل فيه؟ طب أنا كل المدارس عم تروح في كتير مدارس عم تروح حال فيسبوك تلميذ لتحت عمر 13 سنة بيقدر يفتح فيسبوك ليجلي هو بالpolicy ممنوع هل أنا كمدرسة عم بقول للتلميذ اللي عندي فوت فيسبوك وكذب بعمرك؟ طبعا بعد هنا الولد اللي عم بيفوت من الأكاونت طبعا أهله لنقول ما فات بأكاونته فات بأكاونت أهله هيدا اللي فات بأكاونت أهله شو عم بيظهر قدامه أعلانات؟ شو عم بيبين قدامه information ما لازم تكون لعمره؟ هيدولي كمانة الوعي والمسئولية جزء من المهارات اللي بدأت تكون عندنا لما كانت عندنا قبل أنا مدرسة من قبل ما تكون التكنولوجي هالقدة كبيرة من 2003 نحن هلأ بمطرح التكنولوجي مسيطرة علينا بصفوفنا ببيوتنا منعرف كل شي بنعرف شو عم يعملوا تلميذنا منشوفهم على الحالات بمطارح؟ بطلوا كماليات بطلوا كمالية صارت أساسين صح هلأ بيجي عندك الولد بدي يكون عنده وعي شو بدي يعمل أونلاين؟ نحن كبار أوقات منكون عم نشتغل على التليفون أو على الكمبيوتر بياخدنا الفيسبوك ربع ساعة بياخدنا اليوتيوب تلت ساعة منلاقي حالنا صارت 10-12 بالليل بعد ما أنجزنا شي هيدا الولد شو؟ وين حس المسئولية؟ وين الأونلاين سيتزنشوب اللي تدرب عليها؟ وين عارفين هو إنه إذا شايف شي بيخوفه يخبر أهله؟ إذا حدا نقرب حكاية أونلاين وما بيعرفوا ما يعملوا قاد؟ وينه نهولي كلهم باللي نحنا رايحين عليه؟ نحنا ما بدنا نكون سلبيين وما عم نقول إشياء نخوف المنزل نحنا بدنا نكون عم نوصف حالي توصيف الحالي بدي يحطني بمطرح قول عندي واحد اثنين ثلاثة نحنا بدنا نكون عم نشوفها كلها سوا يعني بفهم منك أنه التكنولوجيا حاليا هي سيف ذو حدين خاصة بالمدارس؟ هي دايما سيف ذو حدين ولكن بالمدارس في خطر أكبر لأنه كتير عم نتعاطم على التكنولوجيا إذا ما استعملناها صح بيصير في خطأ أكبر إذا ما كنت مدربة طلابي بطريقة صح بيصير في خطأ بدي أعطي حصص توعية بدي أبعد شي طوعية بدي أبعد فيديو صغير يقول لهم شو يتصرفوا أونلاين وكيف يتابعوا معي بدي أخبر أستيستي أي بلاتفورم عم بستعمل قدي هو سيف قدي هو منوا قدران الناس تهاك الولاد ويوصلوا لمعلوماتهم كلهم هول بدي حطهم بالاعتبار كرميل هيك المدارس ما تتصرف بطريقة اعتباطية يجيبوا خبرة يحكوهن يتواصلوا معهم ويشوفوا الباست براكتسيز مش دايما استاذ المط اللي بيعرف شوية كمبيوتر هو شاطر عنه وهو اللي بيعرف كوردينيتر بيعرف شوية كمبيوتر صار بيعرف بدي أجيب ناس عنده إلمام بكل شيء وزارة التربية المركز التربوي ما بيفتقلوا لهالمواضيع بس بدون يشتغلوا شوي أسرع لتخلي المدارس تمشي عخطاهن مش هني يمشوا عخطة المدارس الخاصة متل ما عم بيعملوا إذا أنا بدي أول تعليم والتربية بالبلد هدفي الوزارات اللي عندي المؤسسات التربوية الرسمية اللي عندي هي تكون وماشي نعمل حقوة نحنا عم نعمل العكس مدارس الخاصة نعم نستفيد من تجاربها مش غلط استفيدوا من تجارب الصح هلأ عم بلاحظ ستبع فيه فجوة هلأ خاصة بهذا الظرف أنه المدارس الخاصة عم تقدر تكون عم تعطي إي لرنينج بينما الأشخاص اللي موجودين بمدارس رسمية أغلبية رح نحكي ما عم بيقدروا يتوصلوا للمعلومات يعني عم نوصل لمحال بكرة عنا تقديم عنا امتحانات رسمية في تلميذ عم بيحصلوا تحصيل العلم الليازم في تلميذ لا بها الحالة شو لازم نعمل؟ هلأ كمانا نحنا دايما منروح على الحلول السهلة بالبلد منصير منحط ببالنا أنه هلأ وزارة تربية بتلغي دروس هلأ وزارة تربية بتأجل الامتحانات هيدولة هن حلول ممكن تطلع فيها وزارة التربية ممكن المدارس يروحوا لإضافات يزيدوا ساعة بعد الظهر يجيبوا تلميذ سابتات في مدارس جابت لأحد حتى نعمل هيك إشياء أيام الثورة وحينعمل شي بيشبهها بأيام زمن الكورونا هلأ توجه طبع المدارس الأكتريين كان خاص أو رسمي أنه يشتغلوا أونلاين قديما ده فعالية اللي عم يشتغلوه هو اللي حيبين من بعد ما تخلص في كتير ناس عم بتبلش تجربتها الأولى إن كان هي ولا طلابة ولا الأهل اللي لقلها كلهم عم بلشوا تجربة أولى حتبين نتيجة مش هلأ بعد شوي حتى مش بس تخلص الأزمة بعد فترة هلأ ترجع المدرسة أجان أنا مش دايما بدي شوف أنه أنا قدراني أبعث وراء اللي عند الولاد ما أنا قدراني دايما نشوف أن أنا قدراني أبعث صفت كابي لأهل يطبعوهن ما علي إذا البي عنده 30 ورقة يطبعها بالأسبوع ها 30 ورقة أداتك لفتن 14-15 ألف مين قدراني يحطن من المدارس الرسمية اللي أنجا عم تقدر تدفع مدارس خاصة هلأ مش أدري مدارس خاصة في أهل طلعوا أولادهم لأنه ما قدرانين يكفوا الأقصاد يعني كلهم هو التفاصيل بدنا ناخدهم بعين الاعتبار فينا نروح بالحد الأدنى أنه هالولاد بس يرجعوا على المدرسة ما يكونوا كأنهم جاي من عطلة سايفية ما معنشي رجعوا بمراجعات قديمة أولد ريفيجن وبتكنت بلشوا تفكروا بالأولد ريفيجن عم تشتغلوا عم تعملوا ريفيجن على درس أو درسين لورا أو طلقة دروس لورا هلأ إذا بدنا نمد بتكن بلشوا تفكروا كيف نبعد فيديوز صغيرة على أي بلاتفورم جوجل كلاسروم وواتساب حاولوا تبعثوا فورمز أونلاين بعدوا عن الوراق أنا عندي الفيروس بيهدي على المثال 12 ساعة وعلى الكلوتس يعني كمان على الوراق بيهدي 8 ساعات يعني كيف بدي استلموا وراء وكيف بدي أخذوا وراء بدي فكر فيها من كل النواحي بدي بدي بلش حط خطط بديلة لولادي يحل أونلاين ما بدي روح على اللايف لأنه أنا إذا بروح هلأ على اللايف طب أنا إذا عندي خمس أولاد ببيتي أو أربع أولاد وعننا أولعيال كثيرة كيف بيطلعوا أربعتهم أو خمسة أونلاين مع أساتستهم ما كل واحد صف مختلف طيب هل أنا عندي خمسة لابتوبس بالبيت هل أنا عندي خمسة آيبادز أتهم يعني فيه تكلفة باهدة على الأساتزة وعلى التلميز وعلى الأهل لأنه نحنا مش جاهزين بس كمان بدنا نروح للوضع الأسهل يلي هو أنا ببعد فيديو من دقيقتين لثلاثة دقايق ماكسموم خمس دقايق ما حدا يجربي بعد أكتر من هيك بخسار كواليتي بحضر انتر اكتف باور بوينت بحضر انتر اكتف لسنة ع اكتف انسباير حسب الأمور المتيحة عندي ببعد جوجل فورم بحدد لوقت بس يفتح الولد بده خمسة أربع ديقة بتسكر بيشتغل سو أنا قدراني روح بالحلول البسيطة ع جوجل كلاسروم قدراني روح حبر الواتساب يلي هو أنا قويس أقانو الكل عنده واتساب قتليست اللي ما عنده انترنت مفتوح عنده انترنت الواتساب كمان ما بدي أهلكو بكمية تريجيل بديو ينزلك كمان القعدة طول الوقت قدام شاشة كمبيوتر قدام شاشة التليفون كمان مئزية للصحة النفسية وللصحة الجسدية طبعا لازم كمان اكرمال هيك نحنا ما منقول نبعد أكتر من الوبشيكتب ما ضروري بلش أعمل حصة سكيملي متكيملي لهالولاد طولوا بالكم شوي إن شاء الله نرجع على مدرسنا إن شاء الله الأمور تتسهل هدفكم هلا أنه الولد ما يرجع على المدرسة كأنه بيعطل صيفية هيدا الهدف الأساسي اختاروا الأشياء المناسبة للكلتشر اللي عندكن أستسكن رقم واحد لسبب واحد هن اللي حيكونوا الميسرين لهيدا الطريقة أو لحي تستعملوها هن الميسرين إذا هن مقتنعين فيها ومتمكنين منها قدرانين يساعدوا الولاد إذا بتكون تفوتوا بأمور كتير صعبة وعم بتصعبوها على الأساتذة حيبلشوا يهبطوا حيطان عليكنوا على التلميذ ومح يكونوا عم بيتجاوبوا الأساتذة بدهم مراعاة لقدراتهم عندي أستاذ عمره خمسين سنة طبعان أستاذ عمره خمسة وخمسين ممكن يكون ملم أكتر بس بدي راعي إنه منهم مش ملمين في ناس عمره ثلاثين سنة غير ملمة ما بتحب التكنولوجيا شوية شوية على الناس شوية شوية عليهم ما تروحوا بيقوة بس بلشوا تستفيدوا من هالفرصة تفوتوا بتجربة جديدة تكون ناشحة لما نطلع بعدين نقول ما مش حالة مش مزبوطة لأ مزبوطة إذا مشيناها صح شوفوا الخلل اللي عم بيصير صالحوا الخلل ما تروحوا على سيستمز جربتوا سيستم واحد كافوا فيه صححوا الأخطاء اللي فيها ما ترقلوا من سيستم لسيستم كل سيستم بقلبه وخلله ليقوا الحلول وكفوا فيه استعينوا بالناس اللي بتقدر تساعدكن مش كل الخبرة بتظن مصاري ليساعدوا فيه ناس عبر التليفون بيقدر يساعدوا دي كان فولنتير للوزارات للمركز التربوي الكل موجود وردي بتلاقي الناس اللي مستعدة فيه خبرة كتير مهمين مستعدين يكونوا بتصرف الوزارات صحيح صحيح يعني سيستم على أمل أنه عن جد نحل الأزمة بيصر على أنه كمان فيه عام دراسي عام بيروح وفيه امتحانات رسمية على البواب ودجا تحضروا ونحط المواعيد على أمل أنه نقدر كمان أول يعني فيه سلامة الولاد وسلامة الأسادزي حتى كمان بالدرجة الأولى لازم الرعية أنا بتمنى من وزارة التربية تقدر تاخد حل منصف يعني أنصاف بين التلميذ وبين الأشخاص نحنا بس بتقولك شغلنا ما تفكري بالوزارة التربية بتحسبيها ضمن إطار بلد في عندك مدارس عندها انترناشنال باكالوريال IGCSE صحيح في عندك مدارس الهاي سكول هو اللي بيجوا ببروغراماتها من بره ما بتاخد بعين الاعتبار ثورة شهر بالبلد وكورونا شهر في المدارس هني عملوا خططهم ومشيوا فيهم الدول الأجنبية والدول اللي بره وفي دول حتى مثل دبي وأبو دبي عم يبعثوا رسائل للأهل هذه هي تجربتنا الأولى نعم تكونوا معنا متعاونين مش غلط نقول للأهل هاي تجربتنا الأولى الخطأ وارد خلينا نشتغل سوا صح تفاعدونا كلنا سوا كلنا منتساعد نطلع بنتيجة منيحة نحنا منفكر دايما بوزارة التربية ووزارة التربية بتنحل لأنه هي معنا عندي مشكلة أكبر وهو المدارس الخاصة اللي عم تشتغل على الانلاين سيستم لهيدا الهدف بدأ شوي تكون عمالة تراعي كل اللي حكيناه هلأ من أسادزي ومن طلاب شكرا كتير لألك سيدة إبا حميدة على وجودك معنا لليوم ينعاد عليك عن جديد وعلى كل المعالمين مشهدينا بريك أسير ومن تابع فقراتنا خليكن معنا ترجمة نانسي قنقر